تحطمت طائرة ركاب بوينغ 737 تابعة للخطوط الجوية الصينية على متنها 133 راكبا في جنوب الصين بحسب باء فد تلفزيون الصين المركزية وذكرت محطة CCTV الحكومية أن طائرة ركاب تابعة لشركة تشاين ايسترن تقل 133 شخصا تحطمت في جنوب غربي الصين مع عدد غير معروف من الضحايا وذلك في الريف بالقرب من مدينة ووتشو في منطقة كوانكشي وتسبب الحادث بحريق في الجبل حسب ما ذكر تلفزيون الصين المركزية